بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في محاضرة اليوم عن السلوك التنظيمي من قطع من حديث في المحاضرات السابقة وموضوعنا اليوم بإذن الله سوف نتحدث فيه عن أهمية السلوك التنظيمي ويهدف هذا الفصل إلى بيان أهمية علم السلوك التنظيمي ودوره في المنظمات المعاصرة ثم أنه يهدف كذلك إلى أن تستطيع تحديد لماذا ندرس السلوك التنظيمي بمختلف تخصصاتنا نبدأ أولا بمقدمة أدى الدور المهم الذي تلعبه المنظمات في عالم اليوم إلى أهمية دراسة وفهم سلوك الأفراد الذين يمثلون أهم عنصر من عناصر التنظيم ولعلنا نعلم أن السلوك التنظيمي يهتم بدراسة سلوك الأفراد يهتم بدراسة سلوك الأفراد ولعل المنظمات إذا ما جئنا نحدد ما هو أهم عنصر من عناصر المنظمات نجد أن العنصر البشري أو الأفراد هو أهم عنصر لذلك السلوك التنظيمي يدرس سلوك الأفراد الذين يمثلون أهم عنصر من عناصر التنظيم تنبع أهمية السلوك التنظيمي من الآتي لا بد أن نعرف السلوك الفرد والجماعة وبالتالي نعرف مواقفهم ردود فعالهم، أدوارهم، قدراتهم ومعرفة العوامل المؤثرة عليهم ونقول عموما أن هذه الأهمية نبعت من الاعتبارات التالية أولا وجود علاقة بين بيئة العمل وكان بيئة داخلية ومادية معنوية وإنتاجية الفرد بمعنى أن كل ما كانت بيئة العمل مهيئة كل ما كانت إنتاجية العامل عالية أو إنتاجية الفرد عالية لذلك لا بد من دراسة العوامل المؤثرة في إنتاجية الفرد وهذا لا يتأتى إلا عبر دراسة السلوك التنظيمي كذلك ينتج الصراع نتيجة التفاعل بين مستويات التنظيم فإذن لا بد من دراسة الصراع وبالتالي معرفة كيفية إدارة الصراع باعتباره ظاهرة صحية في المنظمات إنحراف الموظفين وإنحرافات الموظفين هذه تعيق التنظيم من تحقيق أهدافه وهي تمثل من أكبر العوائق التي تواجه المنظمة التناحر والاختلافات بين العاملين وإنحرافاتهم أو أن العاملين ينساقون إلى صراعات وإنحرافات تعيق التنظيم من تحقيق أهدافه كذلك تنبع لهمية من أن كفاءة المنظمة تنبع أو تتأثر بسلوك الأفراد كذلك يتأثر الفرد بحالته النفسية وهذا ينعكس بدوره على أداء الفرد وكذلك حتى يستطيع الغايد أن يختار الأسلوب القيادي الأمثل وأخيرا نقول يعتمد سلوك الفرد على إشباع حاجاتي والتي تشبع عن طريق المنظمة وبالتالي عبر دراسة السلوك التنظيمي يمكننا تحديد احتياجات الفرد ومن ثم إشباعها أيضا تنبع أهمية السلوك التنظيمي من أن الدراسات العلمية كدراسة السلوك التنظيمي أو علم السلوك يساعد في تحديد نوعية الحوافز التي تتناسب مع كل مستوى فمثلا الإدارة العليا قالبا تتناسب معها الحوافز المادية والمعنوية للمستويات الأقل أو العكس على العموم السلوك التنظيمي أو الدراسات العلمية بصفة عامة تساعد في تحديد نوع الحوافز التي يتناسب مع كل فرد أو كل مدير داخل المنظمة ما عرفت كذلك من أهمية السلوك ما عرفت ما تقدمه البيئة من فرص ومهددات أو فرص وقيود هذه الفرص والقيود تؤثر بالضرورة تأثيراً إما إيجابي أو سلبي على السلوك لذلك لا بد من دراسة السلوك كذلك تنبع أهمية السلوك من معرفة أسباب السلوك والتنبؤ به وتوجيهه وكذلك معرفة كيفية تنمية وتحسين سلوك الأفراد عبر تحديد الفروقات الفردية لأن السلوك يدرس الشخصية ويدرس الإدراك ويدرس الاتجاهات وبالتالي تحديد الفروق الفردية يقود إلى تحسين إنتاجية كل فرد كذلك تنبع أهمية من أن المدير عبر دراسته للسلوك يستطيع أن يعزز السلوك الإيجابي بالمكافأة وكذلك يستطيع أن يحارب أو يقلل من السلوك السلبي عبر استخدام الأسلوب المناسب للتعامل مع السلوك الإيجابي فهو يحفز ويعزز السلوك الإيجابي ويمنع كذلك السلوك السلبي ومن أهمية السلوك التنظيمي أنه لا بد من فهم المعايير التي تفرضها المنظمات أو التنظيمات غير الرسمية لأن هذه المنظمات تلعب دور كبير جدا في المنظمات وبالتالي لا بد من فهمها ولا بد من التعامل معها عبر دراسة سلوك العاملين سواء كانوا في هذه التنظيمات الغير الرسمية سواء كانوا أعضاء أو قادة فيها إذن نكون بذلك قد أنهينا محاضرة اليوم وأشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته